اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني افقه وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نصل التضوع لكل ما يتعلق بالقطاع الصحي في إمارة دبي وبالخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال مستشفياتها مراكزها الصحية ومراكزها التخصصية فكل التحية لكم جميعا مني محدثكم محمود يوسف خلف الميكروفون ومعايا أيضا كالعادة المتألقة دائما الدكتورة ندى الملة صباح الخير محمود صباح شاء الله بالنور دكتورة وكل التحية لفريق الإعداد بقسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي وأيضا معنا في التنسيق حمد المعيوف وفي الإخراج ميثة بنبيات صوري ميثة نسيت اسمت اليوم ميثة بنبيات خلاصة زي ما في داعي عليه حرام مسكينة ميثة شاكري اللي تتواجدت معنا أرقام التواصل معنا مستمعين 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 4006 اليوم عندنا مواطع عديدة وجديدة ولذيذة إن شاء الله مثلك اليوم إن شاء الله بس أول شي خلينا نروح على الفقرة الخاصة بالتواصل الاجتماعي شو اليوم رسالة الهيئة عبر قنواتها في التواصل الاجتماعي اليوم إن شاء الله أنا بقرار لكم الرسالة الصباحية رسالتنا اليوم تقول الكثير ينتظر الوقت المناسب للبدء في تحقيق أهدافه إن كنت تنتظر أن يأتي ذلك الوقت فلن يأتي فعليك أنت أن تخلق ذلك الوقت شفت الرسالة محمود؟ رسالة مهمة والله والله نقول دعو الخلق للخالق لا تسألو في ياتي لا فعلا فيه وائد ناس يقول لك والله أنا أتريع الفرصة ما يتني لازم ما تتريع أنت تروحك بالضبط الفرص دائما يعني الواحد يصنعها صناعة الفرصة من الأفضل أنك أنت تصنعها وتستغلها بشكل جيد ممكن أيضا دكتورة نحن ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع يعني خبر جميل شوية يكون يعني ممكن يكون يديد يقول وجد مختصون في علم الأحياء إثباتات جديدة لكون التوحد ليست له طبيعة جينية فقط بل يعود إلى بعض مفاعيل البكتيريا في أمعاء المصاب فقد قال عالم الأحياء جيمس آدمس من جامعة ولاية أريزونا في مدينة توسون أن الباحثين أكملوا المرحلة الأولى من الاختبارات في المستشفى والتي أظهرت أن عمليات الزرع هذه آمنة بالنسبة للإنسان من جهة وفعالة من جهة أخرى ومع هذا يحتاج العلماء إلى إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من الاختبارات في سبيل إيصال هذه الطريقة لعلاج التوحد إلى السوق واكتشف فريق آخر من علماء الأحياء الصيف الماضي أن تقنية أمعاء فئران مصابة بالتوحد من البكتيريا العائشة فيها فلورا صغيرة بكتيريا الحميدة فلورا صغيرة تابعة لقوارض تتصف بصحة جيدة حما حماها من مرضة نمو ومرضة التوحد لديها يعني يقول لك محمود مو بحماها حما أخلافها أيوة اللي يعيبينها من نمو مرض التوحد لديها ليش دايما يسوي على الفئران مساكين تجارب دكتورة؟ لأنه ما يستوي التجارب على البشر وهما بالعادة محمود داما ينقوم أن تلاقي الفئران أحيانا أحيانا القرود لأنه ينقوم الحيوانات اللي هي تشابه في التركيبة مع الإنسان طيب بالنسبة لهذا الخبر الدكتورة يعني هذا ممكن يكون نقلة نوعية نوعية أكيد في علاج مرضة التوحد صحيح لأن مرضة التوحد إنه ويدنا أستعرفه هو ما لعلاج دوائي كامل يعني ما في دولة تعطيل المرضة التوحد مثل الزتامة وغيرها يشفع عليه فهو مرض لسلسلة علاجات جدا طويلة في دوائي وفي نفسي وفي علاج اللغة ووايد في جوانب للعلاج فإذا فعلا طلعت هذه الدراسة كانت فعالة بيكون نقلة نوعية في علاج التوحد وتوحد يعني في نسبة عالية من الأطفال أو الناس حول العالم عندهم توحد نسبة عالية جدا يعني مو بعالية وايد ولكن تعتبر عالية بالنسبة يعني منقيسها بالنسبة للناس الساقين في منطقة سكانية معينة يعتبر في نسبة زينة من الناس الانتوحدة بس يقولون دائما أن عندهم مواهب وعندهم قدرات يعني تكون أكثر من الناس العاديين هو من نعم رب العالمين محمود لاحظ كل يعني كل واحد ذوي إعاقة سواء كان ذهنية أو توحد أو أي نوع أنواع الإعاقة تلاقي رب العالمين إعاوضة في ناحية أخرى تلاقيهم يبدعون غير عن الشخص السليم إلا ما عنده أي نوع أنواع الإعاقة سواء كان توحد أو إعاقة جسدية أو عقلية طيب شو أفضل طريقة نحن دكتوري نتعامل مع الأشخاص اللي عندهم توحد كيف نتصرف معهم؟ هو محمود التصرف العاتق الأكبر المسؤولية الأكبر تقع طبعا على الأهل على الوالدين لأنهم يشكشفونه من عمر صغير من عمر ثلاث سنوات بالعادة في أطفال في عمر أصغر عن شي في أطفال عمر أكبر عن شي نصيحتي كيف طريقة التعامل؟ أول شي عدم الإنكار مشكلتنا محمود في بعض المجتمعات مو بس مجتمعنا عندنا إنكار المشكلة يعني لو أنت قلت حق الأم من طفلك عنده أنت توحد تنكر تقول لا ولدي ما في شيء منه وقال عنده توحد ليش تقول عنه ولدي عنده توحد؟ ما ننكر المشكلة إذا كانت موجودة والأم دائما نتعرف سواء كانت الأم متعلمة أو غير متعلمة مو نازمة تكون طبيبة أو عندك خلفية طبية أنت تعرفينها طفلك غير طبيعي وحتى ممكن واي من الأمها تلاقي حتى لو هي ما انتبهت تلاقي يدة الطفل خالطة عمتها تقولي ترى حسن طفل شوي مبطبيعي لا تنكرين مشكلة لأنه لو أنت أنكرتها ما بتسعين في علاجها فتكبر المشكلة لو أنت يعني اعترفتين في مشكلة من البداية تاخذين العلاج من البداية بالتالي أنت بعدين ترتاحين فلا تنكرون مشكلة إذا شكيتوا روحوا عند الطبيب خليه يفحص وخذوا رأي الطبيب بيشوه شو بيقول لكم صحيح طيب السلطة مالتت شوين؟ ورا محطوطة في الجيس زيني قلت أنت ليش مكلتيها اليوم دكتورة؟ لا أحطها كسناك آه يقلت توقيت أكل السلطة والفواكه يساعد على انقاص للوزن يعني يتسبب البوفي المفتوح في الاحتفالات ووجبات المطاعم عادة في الخروج على السيناريو ضبط الوزن وسبب كثرة الخيارات من مطابق مختلفة مع وجود فواتح عديدة للشهية لكن الأمر لا يقتصر فقط على البوفي المفتوح فهناك توقيت معين لأكل السلطة والفواكه يساعدك بالفعل على انقاص الوزن ضبط شهية تقريب سعرات الحرارية التي تدخل لجسمك والاتفادي زيادة الوزن لا تتناول أكثر من ملعقة أو اثنتين من الحلوة بعد الانتهاء من الوجبة الرئيسية ملعقة ملعقتين وعندما يزداد عدد الخيارات أمامك تمسك بأكل صحا من السلطة والفواكه في بداية وجبتك والأفضل أن تتناول من النوعين معا وسيساعدك على تهديئة الجوع وكبح الشهية والاستمتاع بمذاق أطعمة مختلفة بعد ذلك بكميات منضبطة من فوائد البدء بالسلطة والفواكه ضبط نسبة السكر وعدم ارتفاعها بسرعة لأن ارتفاعها السريع سيؤدي إلى تجدد الجوع بعد ساعة أو ثنتين على الأكثر يعني يبتدي بالسلطة والفواكه أي فعلا هل فكرة صحيحة؟ أكيد بطريقة صحيحة لأن هذا بعد يعني البوفي المفتوح دائما يكون جرام دكتور معركة سير المطاعم تتنافس المطاعم تتنافس في التنوع الأطباق والأشكال لو ناس تقول والله زين مقابل بيزاتي بحصل أكل وايد بس يعني حتى لهم تدافع مبلغ المفروض ما تنفتح يعني يبني واحد من الأصدقاء شو يقول يقول يا أخي إذا أنا بضطرني أنا أكل حلوة ولا شي يعني ما بدخل بطني إلا شيء يسوأ شيء يكون على مستوى هذا الشيء اللي أنا بدخله بطني أما حد من الناس بعض الشوكلت هذا اللي في السبر ماركت ولا ما دلك هذي يقول لا هذا ليش أنا أكل هذا يعني مو مستوى يعني فضل شيء يعني يعني يدخل كالوريز مخترع لا علاقة باللذة باللذة بالصناعة نفسها دويق صاحبك هذا ربيعك محمد أي والله لازم يعطينا شو الحلويات المالذوق يعطينا راية زين زين نحن ما نطلع فاصل دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله عندنا بعض الأمور اللي بنتحدث عنها واللي بتكون إن شاء الله بداية لاستضافة دبي واحد من أكبر الأحداث الصحية في الشرق الأوسط ويمكن الثاني على مستوى العالم وهو معرض صحة العرب فاصل وما نرجع إن شاء الله راجع لكم صحة وسعادة وراجعنا لكم من بعد هالفاصل عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أنهت هيئة الصحة بتبيس تعداداتها للمشاركة في مؤتمر ومعرض أرب هيرث أو صحة العرب 2017 الذي سيبدأ أعماله يوم الأثنين وحتى الخميس المقبلين حيث رصدت مجموعة من الخدمات والتطبيقات التي شهدت تطورا لافتا في الفترة الماضية إلى جانب الخدمات والمسارات الذكية المستحدثة لا سيم المتصلة بالخطوة التي نفذتها الهيئة على صعيد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وخاصة في مجال طب الأسنان والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال أيام المعرض من خلال منصة الهيئة في قاعة الكونغرس بمركز دبي التجاري العالمي من بين ما ستعرضه الهيئة في أرب هيرث مشروع سلامة تطبيقات طفلي وحياتي وصحتي وللحديث عن هالخدمات وغيرها يسعدني أن يكون معانا في الستوديو الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي صبحك الله بالخير أستاذ وليد صبحك الله بالنور أستاذك وأيضا معانا في الستوديو كذلك الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز زبيل التبرع بالدم أيضا بتكلمنا عن تطبيق جديد هو التطبيق التبرع بالدم ما نتعرف على تفاصيله من خلال هذه الحلقة صبحكم الله بالخير صبح النور والسرور نبتدي مع أستاذ وليد في مؤتمر أرب هيرث هيئة الصحة تستعرض وائد من خدماتها وتطبيقاتها الذكية وين مصط الهيئة في الاتجاه في تطبيقات الموجودة لو ممكن تخبر المستمعين عن تطبيقات شو الجديد وين مصطف هالتطبيقات نحن عندنا بالعرفة تطبيقاتنا الأساسية اللي هي تطبيق حياتي وصحاتي وطفلي طبعا التطبيقات هذه في تحديث مستمر وتطبيق حياتي والهلاة الحمد التطبيقات الثلاثة فازت بجائزة الشيخ حمدان للابتكار صحيح ومؤخرا تطبيق حياتي فازت بالجائزة هذه بعد وتحديثات للتطبيق هذا مستمرة بناء على اقتراحات الجمهور ولله الحمد يعني جميل تطبيق طفلي وبعد من واحد من أهم لو ممكن نعرف كل تطبيق بس نذكر المستمعين شو الهدف منه تطبيق صحتي تطبيق أساسي لخدمات الهيئة يعرض مثلا نتائج التحاليل المواعيد الغال مواعيد تغيير المواعيد والمعلومات الأساسية طبعا الخدمات الأساسية تطبيق طفلي هو للأمهات الحوامل اللي ترغب أن تربي عند الخطة هذي التطبيق يقوم بتثقيف المرأة يجعلها يحسب الأمان وبعد خلال مراحل الحمل تسعة شهور هذا التطبيق يقوم يعطي صورة عن تطور الطفل كمثال كالفواكه يعني كيف يكبر الطفل عمد تسعة شهور وبعد التطبيق هذا بعد ما تربي بخمس سنوات يشرح له شو المراحل اللي مر فيها الطفل عساس هذا يشعل الأم بالراحة والأمان وطبعا فيه خدمات كتير التطبيق وبشكل عام وعدنا تطبيق حياتي تطبيق حياتي هو المرضى السكري سواء كان الفئة الأولى ولا الفئة الثانية النوع الأول أو النوع الثاني مرضى السكر نوع الأول ولا النوع الثاني يذكر بمواعيد الأدوية قبل وبعد كل وجبة الهيموغلوبين والسكري هو بشكل عام يعني تقيسينه ويعطيش تقرير بش أسبوعي ولا شهري وبعد يقيس لك الحركة نحن هالتطبيقات مربوطة بيسمونا إنترنت الأشياء إنترنت الأشياء هي أجهزة ذكية تقيس لك يعني مثلا دخلت البيانات في التطبيق بشكل مباشر من غير النشد يعني دسخينه بشكل يدوي من زين وفيه تحديث يديد على التطبيق هو بيكون إضافة كمية شرب الماء بشكل يومي هل أنت شرفت الماء بشكل كافي ولا لا وإن شاء الله بيكون موجود خلال اليومين هيدا جميل هل عندكم إحصائيات كم عدد الناس سوى داونلود لهذه التطبيقات؟ عدنا نحن في صحتي تقريبا فوق 30 ألف داونلود طفلي بحكم أنه تطبيق توا كمال سنة عدنا نحن 8000 تقريبا داونلود ونفس الشيء بعد لحياتي جميل جميل الفكرة في مثل هذه التطبيقات أنا تذكر أنها كانت هي موجهة لعملاء هية الصحة ولكن المعلومات التي تطرح في مثل هذه التطبيقات هي معلومات علمية كبيرة وواسعة ممكن لكل يستفيد منها فأبغي أعرف هل المجال فقط مختصر فقط للي تعاملوا مع هية الصحة ولا هو الموضوع مفتوح للكل التطبيق هو مفتوح للكل نزين بشكل عام للإمارات حاليا يقدرون يسجلون بياناتهم لأنه بس يأخذ رقم موبايل وفيه خيار الهوية يمكن كيف تأخذون على الهوية ولا بس الموبايل لا رقم موبايل يقدرون رقم موبايل يسجل في التطبيق يشوف معلومات التطبيق من ناحية الوجبات الغدائية اللي ينصح فيها للمرضى السكري الوجبات الغدائية اللي ينصح فيها للوم الحامل عندك بعد شسم البرامج اللي تخص الحمامل والسكري وبعد فيه قبال عالمي عضل التطبيق وإن شاء الله بنحطه في الخطة أن يكون التطبيق بشكل عالمي لأنه شو أنت عندك المحتوى من هيئة الصحة مصدر معتمد وهل كنت بعد ما تتوب عليها ونحب نشكر التكاتر اللي عندنا في هيئة الصحة اللي بدله مجهود كبير عساس يوفرون المادة هذه المادة القيمة وبعد من غير هذا كله أنت تشوف محتوى محلي يعني مش عالمي أكتريت التطبيقات عالمية يمكن الوجبات الغدائية ما تخدمنا نحن كواطن عربي ولا كمسلمين فهذا اللي يميز التطبيق عندنا نحن جميل هذه النقطة وايد مهمة دكتورة مي أنا برجحك لأن التطبيق ما لكم بالتفصيل بتكلم فيه بعد الفاصل الثاني بتكلم عن هذا التطبيق بالتفصيل ولكن أبغي يعني أخلص من محور التطبيقات الرئيسية في هيئة الصحة في دبي قبل أن ندخل للموضوع الرئيسي الخاص فينا ذكرت أخوي وليد أن هذا التطبيق يحتوي على مادة يعني تم معالجتها بشكل أن تتناسب وثقافة وعادات منجتمعنا وهذا يمكن ما يتوفر في وايد من التطبيقات المشابهة أيضا شو المميزات الأخرى للواحد ممكن يتحدث عنها عن مثل هذه التطبيقات والله شوف مثل ما قلت لك أنت حين التطبيقات هذه تشعر الشخص بالأمان يعني مثلا كأم حامل المادة الموجودة العلمية هذه موثقة من مصدر موثقة له هيئة الصحة بدبي ما يتبنشر مادة غير مثبتة علميا أعطيك مثال واحد مثلا لأم أخات الحوامل بعد ما تربي الأم خلال فترة معينة تقول ولدي مقام يمشي ولدي مقام يمشي فيشعر بالقلق هل ولد هذا في مشكلة لا سمح الله ولا هذا فمن المادة العلمية هي نعطيها منبخل باليوم بالشهر يعني الطفل متوقع يمشي من هذا الشهر لهذا الشهر تطور الطبيعي للطفل الموجود في الابليكيش فما بتعطينا تاريخ محدد ولا هذا تاريخ الطبيعي للمشي كنان هو تأخر في المشي بس هو ضمن التاريخ المحدد الطبيعي أظن أنتو في الايتي صرتو خبراء أطباء بس باتتلكم الشهادة على حسب المعلومات لكن الفكرة الرئيسية الآن أنت تحصل على المعلومة مثبتة يعني الواحد ممكن عن طريق الانترنت البارحكات عن حلقة عن الأدوية عن طريق التواصل للجتماع أيضاً معلومات الطبية كذلك تدخذه من هذا الإطار مسألة أن الواحد يأخذ لأي معلومة طبية تكون غير موثوقة من مصدر غير موثوق وممكن تسيئله أكثر من ما هي تفيده هذا بالنسبة للعواب الآن الأشخاص اللي يتعاملوا مع الهيئة أخوي وليد شو المميزات اللي حصلون عليها من خلال هذه التطبيقات شو الخدمات اللي ممكن يلاقونها من خلال التسجيل والحصول على هذه التطبيقات ننزين الخدمات بشكل عام الأم الحامل مثل ما قلنا من نسبة لطفلي من نسبة لطفلي أحينا عندك من نسبة لإلغاء المواعيد والاطلاع على المواعيد القريبة ولا تحديث المواعيد عندك شسم بشكل عام الوجبات المفروض شسم الأم الحامل تأخذها وعندك بعد بالنسبة لشسم الأدوية فيها إشعارات متتأخذها ومتتميحات تطلعها نعم موجود فيها الأدوية متتأخذة ومتها هذا وحين من فترة بعد تقريبا شهر كمنا نظفنا فترات النوم الكافية للشخص يعني بشكل عام هذه هي الخدمات اللي موجودة في طفلي ورحين شو قدمنا بعد وقدت لك الإنترنت للأشياء إذا الأم حاب تسمع ولدها قرآن ولا شيء لا سمح الله تسوي أنها حزام تقدر تحطها على بطنها ومن خلال هذه الحزام تسمع الطفل قرآن ولو حاب تسمع فيه هذا الحزام تحط التيريفون في الحزام لا لا تحط تشبكع مربوط فيه واير تحطها في التيريفون وتشغل ويكون الحزام للطفل يشغل القرآن يا سلام والله والله فكرة جميلة زيان وبعد الوزن عندك وعندك بعد لتطبيق حياتي الجهاز لقياس السكري والحركة كنا نوزع نحن هدايا أنتو زودتونا فيها كنا نوزعها على أسئلة معينة نضمن تطبيقات هذه تصحها كهدايا ممكن هذا الجهاز يوصلون ب الابليكيشن ويقيس لهم النبض ويقيس لهم الخطوات ويقيس لهم وعندك الحركة واللي يسمونه الجهاز الفيت بيت عندك أجهزة أيهلث اللي هي الوزن عندك وشي اسم مقياس الهيموغلوبين والسكري في الدم شكرا جميل أيضا هذا بالنسبة لطفل وحياتي نحن ما هي التطبيقات اللي موجودة عندنا بشكل عام صحتي ما تتكلمنا عن الخدمات اللي في صحتي الصحتي هو التطبيق الأساسي لانا شو عندك أنت تطبيق صحتي ويقدم خدمات الهيئة كله عندك أيوه بشكل عام اللي هي شي اسم له وحبيت مثل ما قلنا إلغاء موعد تحديث موعد إذا أنت سويت تحاليل مخبرية إذا سويت تحاليل مخبرية حابت عرفين نتائج وصلت ولا لا بس تدخلين للتطبيق وشوفين وبعدين تقدرين تراجعين الدكتور لكن تطبيق طفلي وحياتي هي تطبيقات أكثر شيء توعوية بعد لأن عندك يمكن الشخص هذا بيراجع يمكن مستعيل يبايس يشوف الدكتور يقول يا جماعة عندي هالطفل حاس أن عنده هالعراض هل هذا شيء طبيعي ولا لا فخلاص حين التطبيق هذا كان يعني الدكتور هو شالنويا ويعطيه يعني نصائح وهو ما يتنقل وما لا داعي ممتاز وأيضا نعتقد على مشروع السلامة بيكون فيه تفعيل أكثر للخدمات الذكية لأن مشروع ضخم وما نتكلم عن مشروع السلامة بالتفصيل إن شاء الله في القادم من الحلقات لكن التوجه الذكي هذا من قبل هيئة الصحة في دبي يجعل الخدمات أسهل ومنظمة أكثر بالنسبة للعملاء مما يوصلنا للرسالة لنحنس على اللي هي مجتمع أكثر صحة وسعادة سيد وليد أنا آخر سؤال هني بتكلم فيه عن التطبيقات الجديدة اللي طلعتها الهية منظمة منها تطبيق الدم أو بنك الدم خبرنا هذا عن بسرعة ومناخذ التفاصيل بعد الفاصل إن شاء الله مع الدكتورة مي يمكن عنده ملاحظة بعد تقول هاي ما وفره لشي دكتورة لا لا ما قصره بالعكس معنا خطوة في خطوة ما شاء الله تطبيق هو التبرع بالدم طبعا عندنا نحن من خلال التطبيق هذا أحين ما تكتلم عن الوضع الحالي الشخص هذا لازم يزور بنك الدم لازم يعبي الاستمارة بعد ما يعبي الاستمارة هذه لازم يشوف يترية دوره اللي حساس يسوول التحاليل بعد ما يسوول التحاليل يقولون هل ينطبق عليه التبرع ولا لا حاليا التطبيق هذا اللي يدير انت الاستمارة هذه خليناها اكترونية نزين ومثما تقدر تصرح لكم الدكتورة حين اللي بتبرع بيكون عنده خيارين الخيار الاول هل هو التسجيل فقط في التطبيق للحالات الطارعة ولا هل انت بتسجل حين تبغي التبرع اذا بتسجل انت تبغي التبرع في استبيان نفس الهي الورقة اللي تعبيها تسير المركز بتكون عندك الالكترونية تعبيها الاستبيان وبعد ما تعبي الاستبيان هذا خلاص انت حين عندك رقم يأعطونك وبعدين السياة على طول اقرب مركز لك انت فالتطبيق هذا ان شاء الله بيعطيك حملات التبرع القريبة منك انت من خلال تقدر التبرع وبعد خلاص ما تسير المركز والتبرع هو بيكون اتمتل العمليات الداخلية داخل مركز التبرع بالدم بشكل كامل بما يسهل العملية ويضمان سلاسة الموضوع جميل نحن نساذ ناخد تفاصيل اكثر عن التبرع بالدم بما ان نحن نتحدث عن عامل خير دكتورة فاكيد هناك الكثير من المواضيع لما نتطرق لها سيد وليد مبروكين بعد كذلك حصول افضل خدمة حكمية عبر الهاتف المحمول عن تطبيق حياتي والمزيد من النجاح الله يوفق الجميع ان شاء الله دمين دكتور نطلع فاصل نرح فاصل ونرجع لكم معدن فاصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة اخرى سمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة دائما إذاعات نور دبي أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة اللي حابي تواصل معنا عبر موضوعنا اليوم نكمل الحلقة طبعا نحن كنا نتحدث عن معرض الأرب هيلث هذا اللي يعدل الأضخم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط يمكن يكون الحدث الثاني على مستوى العالم اللي اجتمعون فيه نخبة من الأخصيين والأطباء والعلماء في المجال الصحي في إمارة دبي طبعا كنا نتحدث عن التطبيقات الذكية اللي تطرحها هيئة الصحة في دبي كان معنا سيد وليد ظهوري وأيضا الآن ما نتوجه إلى الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم دكتور مي ما شاء الله سويته تطبيقه يديد حدثنا عنه أستاذ وليد بعجالة لكننا نحن نحن نريد تفاصيل الهدف من هذا التطبيق شو هو هذا التطبيق وبعدها ما نعرج على بعض المواضيع الخاصة بالتبرع بالدم صباح الخير وأشكركم طبعا دائما على دعم برامج التبرع بالدم طبعا التبرع بالدم هو عمل تطوعي فالمتبرعين بالدم أكثرهم يأتون من أعمالهم من أشغالهم يتركون شغالهم ويجون يتبرعون خلال أوقات الدوام اللي تمتد من السبعة ونص إلى الساعة السابعة ونصف مساء فهذا التطبيق يقصر الوقت المطلوب لعملية التبرع بالدم فبدل ما يصرف المتبرع بالدم ما يقارب تقريبا 45 دقيقة داخل المركز مثل ما تفضل أخو يا وليد أنه انتيح للمتبرعين بالدم فرصة أنه إجراء نصف تقريبا الإجراءات عبر الهاتف المحمول فهي خدمات ذكية الغاية من عندها كسب ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال تقصير الفترة اللي يقضيها المتبرع داخل المركز التطبيق بعدة فوائد أولا يعطي بعض المعلومات عن مركز دبي للتبرع بالدم وبعد هذا يتيح الفرصة للجمهور بصورة عامة في التسجيل في حالة رغبتهم التبرع بالدم فقط في حالات الطارئة وهذا طبعا فشي جدا جدا مهم بالنسبة أنه حيث سيتم توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالمتبرعين بالدم ويتيحنا ويتيحنا الحصول على بيانات للتواصل مع ناس ممكن أن يتبرعون بالدم خصوصا إذا كانوا من أصناف الدم القليلة الوجود والنادرة خلينا نقول أقل قليلة الوجود مثلا الأصناف السالبة فحيكون في عندنا داتا بيز نتصل بالمتبرعين في حالات طوارئ وأزمات وهذا فشي طبعا جدا مهم بالنسبة للبنوك الدم بالإضافة لهذا طبعا التطبيق يتيح للشخص اللي يرغب بالتبرع الآن أنه يقرأ المعلومات التثقيفية والتوعوية لأنه بصراحة حسب المعايير العالمية ومركز دبي معتمد من قبل جمعية بنوك الدم العالمية وحمد لله في نوفمبر 2016 تم إعادة الاعتماد الدولي للمرة الثالثة فيجب المتبرع أنه يطلع على المعلومات التثقيفية ويقرأها بتماعهم فهذه كلها لستكون موجودة في داخل الهاتف خلال التطبيق يقدر يراجعها على الهاتف المحمول وبعد هذا يروح للإستبيان اللي بيه تقريبا ما يقرب 45 سؤال فلذلك هذي هذي إجراءات عالمية الغاية منها السلامة المتبرع وسلامة متلق دم ليش قلت له وعيد لأن الواحد ممكن يشوف أنه 45 سؤال بس هذه الأسئلة كلها هي أسئلة مطلوبة عالمية وهي لضمان سلامة المتبرع وسلامة المتبرع دم نعم فهيقدر يسوي كل هذا بالبيت إمتى ما يحب وتكون جاهزة بعد ما يخلصها بحيطلع من يجي عندنا بالمركز وطبعا التطبيق ممكن أنه يبين لأين أقرب مركز إلى ويطلع إلى جي بي أس يعني الخارطة كيف يوصل للمكان ومن يوصلنا إن شاء الله يتم قراءة البار كود وتتحول فورا المعلومات اللي قراءها والاستبيان إلى الملف المتبرع فحيخلص وقت كبير اللي كان المفروض يقعدوا ينتظر ويعبي داخل المركز فحيكون هذا سرعة في عملية التبرع بالدم يدخل للمركز فورا إلى الفحص الطبي وعملية التبرع فهاي من جهة طبعا مفيدة وترفع من مستوى رضا المتعامل هذا طبعا التطبيق دخلنا فيه رسائل شكر وتقدير توصل لمسج بعد ما يتبرع تشكر على تبرع بالدم ومساهمته في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين بعد في نوتيفيكيشن أخرى مثلا في حالة أنه فحصنا عينة المتبرع وطلع بها لا سمح الله مثلا أحد الأمراض فإحنا منواجب بنوقد دم حسب أنظمة داخل دولة الإمارات من وزارة الصحة وهائية الصحة في دبي إبلاغ المتبرع بهذه النتائج فأيضا يوصل ل نوتيفيكيشن أنه راجع المركز لإعلامك بالنتائج فحوصاتك بالإضافة لهذا في نوتيفيكيشن أخرى لحن نذكرهم باليوم العالمي للمتبرع بالدم نذكرهم ونشكرهم ونشكرهم بالمناسبات العيد الأضحى عيد مثلا الفطر فحيكون فيه تواصل بيننا وبين المتبرعين بطريقة سلسة ويعني تخلينا متواصلين وياهم ونذكرهم دائما طبعا حتى عملنا رسائل ذكره بالموعد القادم للتبرع بالدم فهذا حتى تحفز المتبرعين يتواصلون ويانا ذكرت دكتورة أنه في تكون قاعدة بيانات للناس كل واحد داخل فصيلة الدم في الأبليكيشن فتكون تكون قاعدة بيانات للحالات الطارئة الناس اللي عندهم فصائل دم نادرة ففي حالة الطوارئ كيف يتم التواصل مع الناس هل تتصلون فيهم أو أنه في حالة طارئة في المكان فلن يحتاج يروح يتبرع في الدم إحنا حاليا يوميا بنتصل بالمتبرعين في عدنا يعني موظفين مختصين اللي هما قسم تسجيل المتبرعين يتصلون بالمتبرعين طبعا حسب توفر الدم الموجود عدنا بس المتبرعين دائما يخبون نذكرهم نذكرهم أنه مثلا فات شهرين ممكن تجيز يتبرع ففي عدنا موظفين يوميا يطلعون قائمة المتبرعين وأرقام تليفوناتهم يتصلون بهم ويخبرهم مثلا إحنا محتاجين اليوم مثل هذه الفاصيلة أو حتى لو ما محتاجين مثلا يكون حسب المطلوب عدنا بس نذكرهم أنه يوم الموعد القادم للتبرع بالدم فطبعا عن طريق موبايلاتهم الابليكيشن دخلنا فيه يذكر الشخص اسمه ورقم موبايلة والإمارة حتى في حالات الطريقة لا سمح الله حتى نشوف مثلا هشقد هو بعد عن المكان حتى يكون يعني لوجيكل أنه نتصل فيه فنتصل فيه بالتليفون ونطلب منه إذا في حالة طرق خصة الأصناف القليلة وإحنا طبعا المركز حمد لله طبعا بدعم من معالي الأستاذ حميد القطامي والإدارة إدارة المختبرات وعلم الوراثة خلال 2016 كانت سنة كثير من الإنجازات كثير من التطور فيها وإحنا ناوين إن شاء الله بندخل تسجيل للأصناف الأصناف الدم النادرة في عندنا أصناف جدا نادرة عالميا مثلا البومبي جروب هذا صنف دم جدا نادر أنا العرف A و B و O نعم و A B هذه الأصناف العامة لكن في أصناف دم نادرة لو يحتاجوا بيكون جدا صعب أنه نلقي هذا الدم وهو اسمه بومبي جروب هذا معروف عالميا بس عدد الناس الموجودين جدا قليل بس في عائلة في دبي تسكن وإحنا عارف فيهم فإحنا طبعا دائما نتصل فيهم نحاول نتواصل وياهم نكرهم باليوم العالمي المتبرع بالدم ليش سمو بومبي شو بومبي نعم هو صنف دم اكتشف في بومبي وعددهم جدا قليل يعني عالميا عددهم قليل للناس اللي عندهم بس إحنا في عندنا حمد لله عائلة مثلا قبل فترة في قطر جدي مريضة احتاجت فإحنا سحبنا من عندنا في دبي وساعدناهم إنهم فإحنا إن شاء الله يعني من ضمن خطط المركز إنه بنعمل لأصناف الدم النادرة ونسجيهم صلاحية الدم دكتورة كم التم هذه إحنا دولا ما نسحب منهم دم إلا إذا نحتاج إذا ما ستحتاجون ما صلاحية الدم نحاول نحاول نكبر نشوف شون أصناف ثانية في عندنا كثير حالات صعب إنه نلقي شخص يطابق مثلا في بعض المرضى الثلاثيمية أو مرضى الفقر الدم المنجلي سيكل سيال أنيميا لأن يأخذون دم بكثرة بكثرة بصورة متواصلة فيصر عندهم أجسام مضادة يبدأ صعب نلقي شخص يطابق هم بس مثلا من كثر ما يساوون عمليات تطابق يمكن يلقون شخص فدول بنسجلهم بنحطهم في ونظل 40 يوم بس هدول نبقى في تواصل إذا غيروا ستنهم إذا غيروا تليفوناتهم بنتواصل حتى يكون في عدنا وهذا شي يعني عالميا مطلوب هي الفكرة ليش بعد يمكن سبحان الله هو يتبرع بالدم الحين وانتوا بعد عشرة أيام حتشتوا فصيلة الدم شو بتسوون دكتورة نحن نقدر نحن في إجراءات يعني مثلا الشخص في الحالات الطارئة هذا قرار المدير الطبي إذا يشوف طبعا يقدر هيموغلوبين وإمتت بره نحن بعد دخلنا خدمة جديدة يعني كنا تكلمنا عنها محمود في سنة المضد لكن الآن فعلناها بشكل أكبر وهي سحب وحدة دم من متبرع واحد وعممنا بداية هذه السنة فالحين في عدنا جهاز يسحب وحدتين دم مركزة من متبرع واحد وهذا طبعا يكون فائدة شبيرة للأشخاص اللي ياخذون دم بصورة متكرمة مثل مرضى الثلسيمية حتى يقل التفاعلات الناجعة عن نقل الدم بصورة متكرمة جميل ذكرتي دكتورة أنه كان هذه السنة سنة الإنجازات للهيئة بشكل عام يعني كافي اعتمادات وشهادات اعتماد فمركزكم حصل على الاعتماد من المركز الدولي من الجمعية الأمريكية للبنوك الدم نعم شو قيمتها الاعتماد هذا اعتماد وايد قيمتها آلي لا يقدر حقيقة اعتماد جمعية بنوك الدم العالمية معروف عالميا هو من أصرم وأصعب الاعتمادات الدولية في مجال نقل الدم وهو الأعلى عالميا يدخل في كل العمليات الروتونية اللي تنعمل اللي خاصة من وريد المتبرع إلى وريد المريض فهو طبعا يزيد من ضمان سلامة الدم وصحة الإجراءات وحتى يدخل في تدريب الموظفين تقييمهم مكافآتهم يعني بصراحة يضيف كثير إلى مستوى أداء الجهة اللي تأخذ هذا الاعتماد الحمد لله حمد لله أنا أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر ليس تبرع بالدم هناك شغلة الناس غافلين عنها هي مسألة التبرع بالصفائح الدموية هذا البروستس الذي يأخذ وقت كبير من قبل المتبرع لأن فيها عملية دكتورة يعني عملية وايد تشرحي لنا يا هنتي الحين وتعطينا للمستمعين ولكن أنا أريد أن أركز على هذه المسألة أننا نعيش في أجواء عام الخير فما في أجمل وأرقى وأحلى من الإنسان يتبرع بدم حق أخوه الإنسان نعم فخبرين عن هذا الموضوع وليش أنا أذكر الصفائح الدموية لأن تأخذ وقت كبير من قبل المتبرع فهذه يعني شغلة أكبر وأسمى أكيد طبعا التبرع بصفائح الدم يتم عن طريق جهاز يسحب الدم من المتبرع يسحب دم كامل وداخل الجهاز في جهاز فيدخل الدم ينعمل لعملية طرد مركزية تنجمع الصفائح الدموية وطبعا هي خلايا موجودة في الدم الساعد على تخثر الدم فالمرضى اللي يكون عندهم نزيف يحتاجون إلى الصفائح الدموية وعمرها خمس أيام فقط وبعد الخمس أيام إذا تستخدم تستخدم إذا ما تستخدم تصبح غير صالحة للاستعمال ويأخذ الصفائح الدموية ويرجع باقي الدم إلى المتبرع طبعا وتستمر هذه يعني يأخذ الدم ويجمع الصفائح ويرجع الدم فالعملية مثل ما تفضل أستاذ محمود تاخد تقريبا ساعة إلى ساعة وربع فحتى يقعد المتبرع مربوط بهذا الجهاز ساعة وربع حقيقة كل التقدير والامتنان إلى يكون متبرع متطوع يقبل أن يقعد كل هذه الفترة على الجهاز زائدا طبعا الإجراءات ما قبل التبرع فحصة وتعبئة فيعني هو ما يطلع قبل الساعة ونصف أو ساعتين إلا ربع من المركز وهذا طبعا نوجه لهم التحية لأنهم طبعا يساهمون في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى صفائح دموية لحالات النزيف الأمراض السرطانية وإحنا طبعا لأنه توسع الخدمات الصحية في إمارة دبي وطبعا السياحة العلاجية وزيادة عدد المنشآت الصحية مع تطور طبعا التخصصات الطنبية أصبح الطلب على الدم ومكوناته في زيادة وقاعدين نشتغل طبعا والخطط نحطها حتى كيف نقدر نواكب هذا زيادة الطلب والحاجة فإحنا حاليا يعني من تقريبا من شهر أغسط من شهر ثمانية بدأنا نفتح يوم الجمعة خصيصا لسحب الصفاء حد دموية من المتبرعين المتطوعين من ساعة كم لساعة نفتح من ساعة سبعة ونص إلى الساعة تقريبا بالأربعة فقط يعني نفتح مرات حملات عندنا نظمها دم كامل بس كل جمعة بنفتح من شهر ثمانية حتى اللبي لأن بصراحة صار عندنا يعني بدأنا إذا نشتغل بس الأيام العمل الروتينية بصرا عندنا حاجة لصفاء دموية فبدأنا نفتح يوم الجمعة للأشخاص اللي مثلا يقول لأني ما قدر أترك دوامي مثلا ساعتين عدكم وطريق أروح وأرجع معناها ما قدر ففتح نفتح يوم الجمعة ديجون الموظفين أوجه لهم كل الشكر والتقدير يدومون حتى ساعة إضافية بس حتى نقدر نسحب دم بالأوقات المناسبة للمتبرعين ونوفر الصفائح الدموية جميل أنا أبغي أسألة الحين سألكم أنتو تنين ديكاترا الحين قاعدين عندي الستوديو أسألكم شو هي الفوائد اللي ممكن ترجع على المتبرع صحيا صحيا شو ممكن يستفيد سواء التبرع صفائح الدموية أو التبرع بالدم بشكل عام ترمين تجاوبين الدكتورة أنت ودارس وطب أسرق أنا أفضل يعني أنا كتاب أعطي الدكتورة ميدان هي أخبر عني يعني تفضل للدكتورة طبعا التبرع بالدم فكرته جاية من الحجامة وهو طبعا أسلوب حياة راقية أو صحية بالإضافة لأنه يساهم في إنقاذ حياة مريض محتاج وما في بديل الدم لحد الآن طبعا يجدد الخلايا الدموية ينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم خصة عند المدخنين اللي يدخنون فترتبع نسبة الحديد فيكون التبرع بالدم شيء صحي بالنسبة لهم بالإضافة لهذا كل الدراسات أثبتت أنه التبرع بالدم المنتظم يعني اللي يتبرع بصورة منتظمة يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية فهو كله فوائد من كل الجهات إنسانيا وعند رب العالمين وواجب إنساني قبل أي شيء واجب إنساني ووطني ويحي تبرع بدمه صراحة جدا فرحنا لمن شفنا الفيديو اللي صدر عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظه في عام الخير ومن ضمنه صورة للمتبرعين بالدم اللي تبرعوا خلال حملة الدمي لوطني وحملة الدمي لوطني هذه السنة بعد شافت نجاح كبير ففي السنة الماضية كانت عدد المتبرعين تقريبا ثلاثة آلاف ونص لكن هاي السنة وصلنا سبعة آلاف وثلاثمية وامتدت على إمارات الدولة فشاركت صحة في أبوظبي ووزارة الصحة من خلال بنو قدم عندهم أيضا بعدها أنا بغيت توجه بالشكر لخدمة الأمين الشريك في هذا وقرية العالمية الإمارات اليوم ومشركة الاستراتيجيين في حملة الدمي لوطني وحسبين أنا أم حمود في الحملة الياياية إن شاء الله إحنا قررنا إن شاء الله إذا الله راد هاي السنة من شهر أربعة لحن نبدأ ننظم لحملة الدمي لوطني حتى يكون في وقت كافي ونسويها متميزة إن شاء الله هذا العام إن شاء الله تعالى عموما نحن وصلنا إلى ختام الحلقة عندنا دكتورة دقيقة وحدة إذا حاب نسينا نغطي محور من المحاور عندك هذه دقيقة ككلمة أخيرة تريد أن توجه هنا والله أتوجه بكل الناس الأصحاء اللي يستطيعون التبرع بالدم بالتوجه إلى مراكز التبرع بالدم في جميع أنحاء الدولة للتبرع لأن ما في بديل عن دم الإنسان ومساهمة إنسانية خصوصا في عام الخير لازم إن شاء الله في نهاية هذا العام بيكون في زيادة في عدد المتبرعين الجدد وإحنا الآن قاعدين نحضر أحصائية للمتبرعين الجدد اللي يريد يزيد عددهم خصوصا من الشباب لأن هم قاعدة لبرنامج تبرع بالدم مستديم وإن شاء الله الله يوفق الجميع وصلا نهاية حلقاتنا اليوم من صحة وسعادة أشكركم من تواجدكم معنا اليوم ونشكر فريق الإعداد ميتة بنبيات في الأخراج وحمد المعيوف في التنسيق وأشكر زميلي اللي معاه اليوم في الستوديو محمود يوسف بس اليوم كل يوم واليوم خميس المونيس كلكم استنسوا بهذا اليوم نهاية الأسبوع ونلقاكم إن شاء الله يوم الأحد إذن على أمل اللقاء بكم يوم الأحد القادم إن شاء الله بالعديد من المواضيع لا تنسوا التبرع بالدم هي ممارسة إنسانية تعود بالفائدة الصحية والفائدة الجسدية والفائدة النفسية وأيضا الأجر الكبير اللي ممكن تلاقيه من خلال هذه الممارسة فعودوا عماركم على التبرع بالدم عودوا عيالكم يمكن بأمانة أنا لاحظت في أكثر من حملة هناك العديد من الأشخاص اللي يتمنون يتبرعون بدمهم لكن ما تنطبق عليهم الشروط الصحية اللي مطلوب وغلبه من النساء لأن سبحان الله الحريم عندهم دافع الإنسان شوية عالي أو قوي لكن الفكرة مدام أنك قادر وصحيح قادر على تبرع بالدم توجه وتبرع بالدم بشكل دوري يعني ما بطلب منك يعني كل شهرين سعى الأقل كل ثلاثة شهور مرة يعني تتبرع بيكون شيء جميل أنك تتمارسه خاصة في هذا العام عام الخير حتى نلقاكم أسبوع القادم تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العالي وتحيات ندى الملة وأسرة العمل ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي